استمعنا إلى كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أمام منتدى بيترسبورغ هذا المنتدى أو هذه القمة الروسية الأفريقية وفيها القادة الأفارقة تحدث بوتين عن شحنات الحبوب إلى هذه الدول عن المساعدات الثقافية الإنسانية وأيضا الاقتصادية مباشرة من سان بيترسبورغ تنضم إلينا الزميلة أريج محمد تبعنا هذه الكلمة والرسائل التي أطلقها والكلام الواضح والصريح في مواجهة العقوبات الدولية والأمريكية أريج التي تواجهها موسكو نعم روبير ركز الرئيس الروسي خلال هذه الجلسة الافتتاحية لقمة روسيا أفريقيا في سان بيترسبورغ ركز على مواضيع عديدة من بينها طبعا العقوبات وكيفية مواجهة العقوبات التي تتعرض لها روسيا وتدعيات ما تتعرض له روسيا على الأمن الغذائي على وجه الخصوص في العالم والذي ينعكس بصورة خاصة على القارة الافريقية فيما يتعلق بوقف مشاركة روسيا أيضا باتفاقية الحبوب قال بوتين أن هناك العديد من المقترحات والعديد من الحلول التي يمكن أن تلجأ أو تقترحها روسيا بالنسبة للدول الافريقية المجتمعة هنا في سان بيترسبورغ ومن بين ما تقترحه روسيا هو طبعا إرسال شحنات من هذه الحبوب والمحاصيل الزراعية الروسية إلى دول في إفريقيا تحتاجها بشكل مجاني بالإضافة طبعا إلى إيجاد مشاريع مشتركة فيما يتعلق بإيصال هذه الحبوب وهذه المحاصيل إلى الدول التي تحتاجها لفت إلى أن إنتاج روسيا من الحبوب بلغ العام الماضي أكثر من 160 مليون طن بالإضافة إلى أنه رغم ما تتعرض له روسيا من عقوبات ورغم عرقلة الغرب كما قال عبر هذه العقوبات لاتفاق الحبوب فتمكنت روسيا من تصدير إلى الدول الافريقية ما لا يقل عن 11 مليون طن من الحبوب وأيضا أحصى الأطنان التي وجهت إلى الدول الافريقية للوجهات التي تحتاجها بما يزيد عن 10 مليون طن خلال الأشهر الستة المنصرمة من العام الجاري بالإضافة لإقتراحه إمكانية إرسال روسيا ما يتراوح بين 25 و 30 أو 50 بالأحرى روبير مليون طن من الحبوب الروسية إلى وجهات إفريقية يعني إلى دول دون سواها هي الدول التي صنفها على أنها ربما تحتاجها أكثر من سواها في القارة السمراء بالإضافة إلى موضوع الأمن الغذائي على رغم من أنه على ما يبدو يطغى بالنسبة للدول الافريقية المشاركة والتي تود ربما إيصال رسائلها فيما يتعلق بهذا الأمن إلى الجانب الروسي ومن جانبه طبعا روسيا مهتمة بالاستماع لكل ذلك ومهتمة بالحفاظ على هذه المصالح وهي إرساء الاستقرار والسلام في أفريقيا الرئيس بوتين يتعب عن قرب هناك علاقات مباشرة مع عدد من الدول التي تعيش نزاعات حتى انقلابات النيجر مالي وهناك دور روسي أيضا بالغ الأهمية في أفريقيا نعم روبيرت اطرق الرئيس الروسي إلى هذه المسألة أيضا قال أن أمن واستقرار أفريقيا هو من أمن واستقرار العالم ككل وروسيا مهتمة بالحفاظ على هذا الأمن ولسيما وأن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف كان قد أشار في وقت سبق هذه الجلسة الافتتاحية إلى أن موضوع النيجر على اعتبار أن ما يحدث في هذا البلد من انقلاب عسكري طبعا يؤثر حتى على الوضع في الاتحاد الافريقي ويؤثر على منظومة الأمن الافريقية بما له من الانعكاسات سيكون حاضرا خلال أروقة أو النقاشات في أروقة هذه القمة ولو لم يتعرض إلى الموضوع صراحة الرئيس الروسي في كلمته ولكن ربما سنستمع إلى بعض التصريحات خلال الساعات القادمة أو خلال اليومين القادمين من مجريات القمة بطبيعة الحال روسيا مهتمة بالحفاظ على هذا الأمن والاستقرار وهي تعتبر أنه إذا كان الأمن والاستقرار مرسا وطبعا قائما في إفريقيا فستكون العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية والسياسية التي تتطلع روسيا إلى بنائها وتوسيع أفاقها مع القارة السمراء ستكون أيضا مزدهرة وستكون لها أفاق مختلفة عامة لو كانت هناك الكثير من الفوضى والكثير من الاضطرابات والحروب والنزاعات التي تواجه القارة السمراء ودولا فيها ومثال ذلك ربما كما ذكرت ما يحدث في نيجر حاليا طبعا سنواكد معك الزميلة أريج محمد أنت تحضرين كل أعمال هذه القمة الكلمات كيف ستكون ردود القادة الأفارقة على كل المواقف والرسائل التي أطلقها بوتين مباشرة من سان بيترسبورغ من القمة الروسية الإفريقية الزميلة أريج محمد